دكتورة الشرقاوي ما هي التكتيكات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتبقى جاسمة على صدر القارة الإفريقية؟ دعني أقول بأن هذه التكتيكات محددة بعوامل زمكانية محددة على الاعتبار أن كل منطقة داخل القارة الإفريقية لها خصوصيتها وبالتالي تتعامل جماعات الإرهابية بمقاربة مختلفة عندنا نتكلم عن نقطة الارتكاز الإرهابية مثلا في منطقة غرب إفريقيا تدعى منطقة لبتاكو بورما أو منطقة الحدود الثالث ما بين مالي بوركينفاس والنيجر هناك مجموعة من المحددات التي تجعل هذه التكتيكات متشابهة إلى حد ما مع ما يقع في منطقة خالج غينيا التي هي منطقة ارتكاز إرهابي جديد في داخل القارة الإفريقية والتي تؤثر بشكل كبير على منطقة ساحل إفريقيا وجنوب الصحراء وبالتالي يكون هناك رقم كبير في الدربات الإرهابية كل سنة خاصة سنة 2022 عندما نتكلم عن تنظيمات الإرهابية التي الآن توجد في منطقة ساحل إفريقيا وجنوب الصحراء أو في منطقة غرب إفريقيا نتكلم عن أربع تنظيمات مهمة وبالتالي نتكلم عن تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى نتكلم عن تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين لأياد آغالغالي نتكلم كذلك عن تنظيم بوكوحرام ونتكلم عن تنظيم لوميجا أو تنظيم التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الذي لا زال يشتغل منفصلة عن تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى حتى وإن كان بعض المرات هناك تنصيق عمليات وطاكتيك ما بين هذه التنظيمات الإرهابية في منطقة البطاكو جورمو ومنطقة خارج غيني وحتى في منطقة بحيرة الشاد وبالتالي هذه التاكتيكات كذلك تزيد من حدتها وجود عدد كبير من الأسلحة التي تعطيه الفراغات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة نتكلم عن جنوب الجزائر نتكلم عن جنوب ليبيا نتكلم كذلك عن وجود حركات انفصالية حركات لكزامونس حركات تريد كذلك حركات في جنوب الجزائر نتكلم عن البوليزاريو نتكلم عن مجموعة من قوى محدثة للفوضى دون الدولة التي تريد كذلك الاستثمار في هذه الفوضى وإدارة هذه الفوضى بما يخدم المصالحها وذلك أدعني أقول شيئا مهما الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا لم يعود الإرهاب الذي كنا نعرفه في سنوات التسعينات يعني في أفغانستان أو في بعض من المناطق ما الذي تغير؟ أصبح ثقافة أصبح وتغير لأن هناك اليوم عندما نتكلم عن منطقة غرب إفريقيا هي منطقة تدار فيها مجموعة من الأمور المرتبطة بالمخدرات هناك تقارير أممية تقول أن هناك حوالي ما بين 50 و60 مليار دولار قيمة المخدرات الصلبة التي توجد في هذه المنطقة كذلك وجود دول نتكلم عن الحكامة الأمنية وهي اللي نقولها بصراحة هي فاشلة لاعتبارات داخلية والاعتبارات خارجية وجود كذلك عوامل جيوستراتيجية مرتبطة بالمنطقة ثم هناك تنافس دولي وعدم اتضاح الرؤى لأن عندما نتكلم عن محاربة الإرهاب لا بد من مقاربة شمولية مرتبطة أولا بالتنمية البشرية لهذه الدول وبعد ذلك نمر إلى المقاربة الأمنية الدول الغربية رأت في المقاربة الأمنية هي الحل الواحد والأوحد لأن لها مصالح استراتيجية عندما نتكلم عن منطقة موبتي أو منطقة ميناكا أو منطقة إندالامينا أو حتى منطقة قاو هذه مناطق غنية عندما نتكلم عن حدود نيجيريا البوركينابي أو حدود المالية البوركينابي هناك معادن وهناك مجموعة من الأمور التي تستغلها شركات غربية وبالتالي الجماعات الإرهابية تتغدى من هذه الانشقاقات وتتغدى كذلك حتى كما جاء في تقديم قناتكم المحترمة تتغدى من الصراعات الإثنية والعرقية على أساس أن لم يكن هناك عمل دعني أقول شيء مهما القارة الإفريقية وخاصة دول غرب إفريقية يعني اشتغلنا على صناعة الدولة ولم نشتغل على صناعة الأمة وبالتالي هذا هو المشكلة عندما لن تكون هناك دولة أمة وبالتالي فانتظر الساعة ترجمة نانسي قنقر